السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله النهاردة حنبتدي في الشابتر جديد اللي هو الهايدرو دايناميكس الهايدرو دايناميكس ممكن إن إحنا نعمله يعني ديفيجون كده لتو بارت حنتكلم في الفرست بارت تعالى الفلاو ريت أو الفلاوود فلاو another بارت البسكوزتي طيب يلا بيني يعني الشابتر دا صغير جدا ويعني ما فوش ألا التو بارت دي فنبتدي الأول بارت اللي هو الفلاوود فلاو يعني إيه الأول فلاوود الفلاوود is a material that can flow and has no definite shape for example الليكويدز and الجازز يعني لو جينا شفنا الليكويدز حلقة الليكويد كان فلاو وفي نفس الوقت take the shape of the container يعني has no definite shape نفس الكلام برضو في حالة الجاز برضو take the shape of the container بتاعه وبيكون can flow يبقى الصالد هنا مش موجود خالص في الشابتر دا يبقى كله حيكلم على الجاز والليكويد وبالأخص الليكويد لأن إن شاء الله second term حيبقى فيه شابتر بحاله على الجاز الtype of flow عندي two types للflow الfirst type steady flow and the second one turbulent flow طبعا عايزين نعرف إيه الفرق بينهم حيبان من الفيجر اللي قدامنا دا دا steady flow عاوصة لقي إن lines كده doesn't intersect وبتبقى الفلويد نفسه بيحصل له flow with low speed while in turbulent flow بلاقي إن هنا بيحصل intersect وحنشوف بعد شوية إن هيبقى فيه عندي eddy currents وحيكون هنا فيه vortex كتير يلا بينا نبتدي أول حاجة الsteady flow الsteady flow it's a flow of fluid in low speed such as that فبيحصل إيه لما بيبقى الفلويد دا flow with low speed بلاقي إن adjacent layers slide smoothly above each other فعنشوف كده مع بعض الجزئية دي دي عندي هنا tube فيها liquid وبلاقي هنا بيحصل flow of liquid smoothly مفيش هنا قدامنا يعني turbulent أو مفيش عندي eddy currents وإنما بيحصل in each layer of the liquid بيحصل last slide smoothly above each other طيب تمام أما turbulent flow بقى it's a flow when the speed of fluid exceed a certain limit ببصة لاقي إن بيبقى فيه limit معين كده للspeed بتاعة liquid when the liquid exceed limit دا بلاقي إن بيبقى فيه عندي eddy currents اللي هي الدوامات أو الطائرات الدوامية ممكن نحن نشوفها من خلال الفيديو دا شايفين بيبقى بيكون turbulent بيبقى فيه eddy currents اللي هي الطائرات الدوامية أو الدوامات دي تمام الsteady flow بتاع الفلود في حالة الجاز become turbulent إمتى يعني إحنا اتفقنا إن الsteady flow في حالة liquid when the speed of liquid exceed a certain limit بيبتدي converted into turbulent flow طيب what about the gas when the gas transfer from high pressure to low pressure or when the gas transfers from small space to large space في الحالة دي بابص لقي بيظهر لي الvortex او turbulent اللي بيكون الeddy currents اللي بدأس ادي اهي الeddy currents او بنسميها زي ما اتفقنا vortex دراستنا بقى في الشابتر دا هنكمل في الsteady flow والرولز اللي هناخدها كلها في الsteady flow يبقى مجرد بس إن أنا أبقى عارفة إمتى الsteady flow becomes ايه becomes turbulent فقط لغير طيب عشان بنقول إن الflow الsteady في conditions الفرست وان لازم التوب ال containing ال liquid filled completely with liquid يعني ما فيش اي جاز بابلز موجودة تبقى كلها filled with liquid another condition ال speed of liquid at a certain point يعني وجيت شفت عند point معينة during ال flowing حابص ألاقي إن ال speed بتكون constant doesn't change with the time pass الحاجة التانية إن الفلو is irrotational واتفقنا irrotational معناها إنه ما بيبقاش فيه أي vortex motion يعني no vortex motion ما بقاش فيه أي دوامات قدامي أو ورانات اللي بتحسن another condition no frictional force between the layers يعني يكون الليكود ده ماله non viscous non viscous يعني liquid ما يكونش فيه لزوجة عالية فبالتالي layers of liquid ببص لقي هنا هصلا sliding smoothly above each other ونجي الأهم شرط اللي مبني عليه حاجات كتيرة جدا هناخدها النهار ده اني لازم الamount of liquid emerging the tube equal الemerging out from entering the tube equal emerging out from the same interval of time يعني ايه يعني لو انا عندي tube هبص لقي ان الamount اللي enter للتube هلاقي ها equal الamount اللي emerge from the tube وده ليه لان الليكود بيكون incompressible يعني هي كلمة incompressible يعني غير قابل للضغط فبالتالي الamount اللي دخله هتبقى the amount emerge from the tube هنتخيل كده مع بعض ان liquid during flowing بيبقى flow through alliance بنسميها streamline يبقى streamline اللي قدامنا ده ده اهو part من fluid during flowing بنسمي الخط ده او line ده streamline طبعا ده بيكون imaginary line يعني هو خط واهمي ما هوش حقيقي بس بيبينلي path of any part of fluid during steady flow inside the tube طيب يترى ايه الproperts of stream lines دي الفرست one انها imaginary lines لسا ايلي انها ما هيش real lines and don't intersect يعني ما بيحصلش ابدا بينهم intersection الحاجة التانية ان انا لو جيت جيت على اي stream line كده وخدت tangent للstream line ده ده of the instantaneous velocity يعني ده بيبينلي direction بتاع velocity of the fluid at this point يبقى عندي اهي لما اجي عن التانجنت كده بيبينلي direction بتاع الفلاصتي دي بقى نقطة مهمة جدا since ان احنا بنقول ان amount of fluid enter the tube equal amount emerge from the tube يبقى هبصة لقى ان number of stream lines doesn't change as cross sectional area change بمعنى لو انا جيت شفت ادي ده tube اللي عندي cross sectional بتاع بيكون non uniform بمعنى انها بتبقى هنا from one end large area and the other end بتكون small area فهبصة لقى ان number of stream lines اللي enter from large area هيبقى equal number of stream lines from the narrow area يبقى اذا number of stream lines doesn't change with the changing the area طب ما ايه اللي بيحصل لو احنا جينا شفنا كده حندقى ان stream lines دي حصل لها ايه حصل لها cram up يعني ايه cram up يعني بدأت تقرب من بعضها يعني بمعنى اخر بتزدحم لكن ما بيحصلش intersection زي ما اتفقى فبالتالي بيبان وكأن density of stream line مش density of liquid الخطوط دي قربت من بعضها جدا فيبان ان density بتاعتها بتكون كبيرة زي ما بنقول مثلا ان احنا في وقت اللي هو الظروة اللي بنقول عليه الساعة اثنين ولا الساعة ثلاثة بنبص نلاقي ان الكارز في الستريت بتبقى قريبة جدا من بعضها فاحنا بنقول ان في كسافة مرورية عالية هي دي نفس الفكرة ان lines دي بيحصل لها ايه بيحصل لها ان بتحصل لها cram up فبالتالي density بتاعتها بيحصل لها increasing وده في حالة small area يعني تون ما كانت الarea منها large هنلاقي ان lines دي بتبقى يعني far apart from each other and when the area decreasing بابص لها ان lines دي cram up فالdensity of stream lines increase والvelocity increase وبنبان هنا ان النumber doesn't change يبقى انا خبانا لان ده موضوع اسئلة حيث ان النumber of stream lines doesn't change دي طب يلا بينا ناخد حاجة تانية بنقول ان فيه هنا بقى زي ما اتفقنا ان ال high velocity معناها ان density بيحصل له increase وكده بيكون relation between area والdensity of stream line بتكون relation هنا inverse while density of stream line with velocity بتكون direct او زي ما احنا شايفين هنا lines بتكون far apart from each other بدأ يحصل decreasing cross sectional area فبدأت نفس النمبر enter the tube equal number from the tube ولكن اللي حصل ان بقيت velocity of stream lines بتكون ما لها بتكون high طيب يبقى احنا فهمنا دلوقتي ان احنا عندنا stream lines بتكون لها properties وتكلمنا عليها واتفقنا ان احنا حنكمل بتاعنا على steady flow طيب تعالوا نشوفوا حاجة اسمها flow rate ايه flow rate ده it's a quantity of liquid flowing through a certain section area of the tube in one second يعني بشوف القوانتات بتاعت الليكود اللي حصل ها ايه حصل ها flow through tube in one second القوانتات ده ممكن تكون volume او تكون mass فلو كانت mass او volume بيضغير الاسم بتاع flow فهنا لو كلمنا على الQV اللي هي volume flow rate هلاقيه عبارة عن ايه عبارة عن volume over time while mass flow rate اللي هي الQM هلاقيه عبارة عن M over time يلا يبقى volume flow rate it's ايه بقى it's a volume of fluid flowing through a certain area in one second طبعا من خلال الرول بتاعها اقدر اننا احدد المasuring unit بتاعتها هتكون cubic meter per second while mass flow rate الQM equal M over T طبعا delta M لازم لازم يحصل change في change of mass in time أو in unit time يبقى عندي دلوقتي it's a mass of fluid flowing through a certain area in one second طب what about measuring unit of mass flow rate kilogram per second يلا ناخذ مع بعض بقى ازاي اعمل calculation لل flow rate at any cross sectional area لو احنا خدنا فاعتبرنا ان احنا عندنا tubes cylindrical tube اهي والarea of the tube A and liquid of density rho والvolume بتاعنا volume 1 والmass M والspeed V فبيبتدي الليكود ده when flowing inside the tube بيحصل ايه بيحصل انه move distance delta x through time delta t طب ما تيجي اللي نجيب الكيو v الكيو v انه عبر عن ايه delta volume over delta time طب delta volume equal ايه اي volume equal area time height height هنا من نسبالي هيبقى length of the liquid inside the tube وطبعا ده بيتغير during time يعني الاول ما بيحصل entering the tube بيبقى length مثلا 2 centimeter 2 centimeter بعد كده بيبتدي يحصل increasing للا a دي ف delta x equal من senior one ان احنا عارفين ان a distance equal speed times time وبالتالي من هنا بنلاقي ان التشينج بتاع الvolume equal a v times delta t a cross sectional area v speed و delta t اللي هي time time يلا نعمل بقى substitution في relation بتاعتنا حنلاقي ان qv هتبقى equal a equal a times v والa دي الاريا طبعا لازم تكون meter squared والvolume او velocity بالmeter per second طيب what about qm b qm equal delta m over delta t delta m equal a احنا عندنا ان density equal mass over volume وبالتالي يبقى mass equal density times volume طبعا delta volume دي ما بتفكركم بحاجة ما احنا لسه واغدين الvalue بتاعتها اللي هي a delta x او قلنا a v delta t طب يلا بينا بقى نعمل substitution هنا في delta volume دي يبقى عندي qm هتبقى equal av delta t over delta t وطبعا الكلام ده times of liquid حلاقي من هنا ان qm equal rho av يعني equal rho times qv لان a times v equal qv يبقى احنا احنا اخدنا هنا two types بتاعت flow rate اللي هي volume flow rate والmass flow rate برضو اثناء steady flow هنتكلم على حاجة مهمة اللي هي continuity equation تعالوا نشوفوا ايه ما فهم ال continuity equation من السلايد بتاعة ال streamline لما قلنا ان number of streamline doesn't change while density والvelocity change with area وقلنا ان الvelocity increase in case of narrow area يعني between velocity والarea inverse relation فتعالوا كده نشوف continuity equation statement بتاعتها بتقول ايه بتقول ان الvelocity of fluid in steady flow at any point is inversely proportional لل cross sectional area طيب احنا عايزين نعمل ايه نعمل prove للموضوع ده طيب نشوف الاول من الفجر اللي قدامنا ده هنا بعمل ايه بعمل decreasing للarea فببصة لاي ان الvelocity of rushing الووتر بتكون مالها بتكون increases ان نفس الكلام هنا cross sectional area اكبر من هنا وبالتالي بنلاقي ان الvelocity في حالة cross sectional area large cross sectional area بتكون slow while when decreasing area هنلاقي ان الvelocity of flowing هيصالها increase طيب يلا بينا نعمل deduction للا لل continuity equation دي عندي قدامنا tube التوب دي بيكون cross sectional area of two ends بتكون different فلو جينا شفنا cross sectional area في في first end حاليها a1 والvelocity v1 while in cross sectional area 2 هبصت لقي area a2 والvelocity v2 طيب احنا بنقول ان ده steady flow او laminar flow او streamline flow ايه condition بتاعته اللي احنا قلنا هنهتم بيها قوي بحيث ان احنا هناخد rules عليها كتير او rule قدامنا ان مفروض ان quantity of fluid enter the tube equal quantity which emerge from the tube فلو جينا شفنا هنا qm على ايها equal a row اللي موجود جوه التوب a2 v2 while in the other end هلاقي ان row a1 v1 موسينس ازاي ما حقولنا من شوية ان ده steady flow يبقى حلاقي qm1 equal qm2 ده معناه ان انا عندي a1 v1 equal a2 v2 يعني لو جيت عملت ratio حلاقي a1 over a2 equal v2 over v1 ومن هنا بتباني ان الrelation inverse relation حنشوف الcontinuity flow at junction هنا اللي بيحصل ان انا عندي one end liquid entered from it and another end the liquid emerge from it فحنجن عمل applying للcontinuity equation حلاي a1 v1 equal a2 v2 يبقى qv equal qv والqm equal qm طيب حالة لما بيحصل ان التيوب دي بيحصل لها branches into two branches اللي بيحصل ببص لقي ان احنا لسه محتفظين بال idea بتاعتنا ان القوانتة of liquid enter the tube equal quantity of liquid emerge from the tube معنى كده ان انا عندي a1 v1 حلاقيها equal a2 v2 plus a3 v3 طب لو انا الجنكشن اللي عندي بقى بتتكون من كذا branch والbranches دول كلهم equal in areas و equal in velocity of liquid فمش معقول طبعا ان انا حاول a1 v1 equal a2 plus v2 plus a2 v2 لأ انا حاول a1 v1 equal in والن ده number of branches time is qv بتاعت the one branch اللي هو a2 v2 يبقى هنا لو كان حصل junction junction معناها يعني وصلة junction معناها وصلة فبالتالي هنا عندي وصلت يعني هنا ال end بتاعت tube بtwo branches ففي الحالة دي بلاقي ان amount of liquid enters the tube equal total amount of liquid emerge from another end هناخد applications على continuity equation لو جينا شفنا عندي ده ال artery ودي ال blood capillaries فا ايه اللي بيحصل بنلاقي ان ال main artery area of the main artery بتكون greater than the area of each capillary tube طيب احنا هنقول ان ال blood هيحصل له ايه هيحصل له flow from the main artery and continue flowing in blood capillaries هل يا ترى amount بتاعة blood اللي enter لل artery لازم تكون ما لها equal amount of blood اللي emerge from summation of capillary tubes يبقى انا ما ببصش على artery واحد هو artery واحد قدامنا ولكن مش الكمية اللي بتدخل لل artery دي حلاقها equal blood emerge from one blood capillary لا ده حلاقي انها equal amount of blood emerge from the sum of the areas of blood capillary طبق وعشان كده بنلاقي according ال continuation equation ان sum of the area of blood capillary is greater than area of the artery artery cells by oxygen gas and take carbon dioxide gas حد بقى هنا من قدامنا يبقى عندي sum of cross sectional area of blood capillary is greater than the cross sectional area of main artery و سنس ان ال velocity inverse with ال area يبقى حلاق ان speed of blood decreases in blood capillary وده زي ما اتفق نا بيعمل chance to allow exchange oxygen and carbon dioxide inside the tissues and exchange nutrients with waste يلا بينا نشوف كده speed of flowing of the blood inside the artery and the blood capillary هنا speed حابص الاقي speed بتاعة البلد في ال artery بتكون مالها بتكون greater than speed of blood in blood in blood capillary زي ما تشايفين ايه ده speed of blood لكن هنا بيكون speed of the blood بيكون slower تمام واضحت جدا هنا ايه opening هلاقي ها بتكون small يبقى دي opening of the stuff بلاقي ها مالها small وده ليه لان when decreasing area the velocity of the gas هيصل increase so the gas rush faster out from the openings زي ما احنا شايفين كده هنا بيحصل ان ال gas rush faster from the small opening يبقى عندي دلوقتي دول two applications او two idea بتاعت اللي احنا قدرنا نستفيد منها من continuity equation عشان نقدر ان احنا نعمل design لل stuff او نعمل ايه او نفهم how the blood covers take a chance to exchange gases and nutrients يلا بينا بقى نشوف ايه المين points بتاعت الليسون ده عشان نقدر نحل بيها الكوستشن بتاعت ان steady flow لازم ابعارفة ان في quantity بتكون constant doesn't doesn't with area ايه هي volume flow rate ال qv mass flow rate qm و number of stream lines دول ما يحصل همش ابدا change مع من مع changing of area وبرضو عندنا relation ان density of stream lines بتكون direct مع velocity while velocity بتكون inverse مع cross sectional area according continuity equation عندنا rules اللي بقدر اعمل فيها calculation لل volume flow rate يام delta volume over delta t او area time velocity وال qm هنا بقى qm لها اكتر من rule delta m over delta t or rho qv وخلاص ما انا موصلت الهنا rho qv ببتدي اشيل qv دي ويام عمل لها substitution delta volume over delta t او عمل لها substitution بالa في v ودي continuity equation ان a1 v1 equal a2 v2 ولو عندي numbers يعني بيلاقي ان tube بيحصل لها branches equal number of branches في الarea والvelocity فيبقى a1 v1 equal n a2 v2 يلا بينا نعمل practice problems بتاعتنا water is flowing through a tube the ratio between the diameter of its end is the 34 يبقى هنا التوب ما هياش uniform cross sectional area وانما ال diameter بيحصل له change بيسألني بقى what is the ratio of the mass flow rate خلي بدنا دي اول حاجة احنا قلنا ان mass flow rate والvolume flow rate والnumber of stream line doesn't change with changing area فبالتالي تبقى ratio equal 1 لان ال qm بتكون constant assuming that a liquid is flowing steadily in a tube of cross sectional area if the cross sectional area increases or area حصل الله increase density of stream line وخلي بانا في ناس بتخلط بين density of liquid وال density of stream lines density of liquid دي انا بستخدمه في qm equal row qv اما density of stream lines اللي احنا قلنا ان stream lines دي بيحصل ها cram up في حالة لما تكون area small وبالتالي density بيحصل ها increase وشبهناها ساعتها بالكسافة المرورية زي ما اتفقق طيب احنا عندنا دلوقتي الarea زادت فيحصل ايه لل density of stream lines هيصل ها decreasing طبعا لان ما فيش ان الarea بتكون مالها بتكون large يبقى عندي ال density بيبقى inverse مع الarea فبالتالي when the area increase الدنستي بيحصل ها ايه بيحصل ها decreases a water bump left 100 cubic meter of water within 3 hours اه يبقى من هنا نقدر نجيب ايه من هنا نقدر نجيب الكيو v اللي هي وطبعا هنعمل conversion لل hour ده ل second يبقى عندي 100 over three انا هنعمل convert من hour ل second يبقى 60 time 60 وفي الحالة دي بيبقى عندي qv بيطلع لي بvalue طب هو طالب مننا ايه طالب مننا بيقول لي ان tank of diameter of three meter on the top of building of height 25 meter from the ground عايز ايه عايز المass flow rate طيب مش احنا جدنا الكيو v المass flow rate الكيو m equal رو في الكيو v طب تمام يبقى الرو عندي 1000 والكيو v اللي احنا طلعناها ليه 100 over three times 60 times 60 فبالتالي يطلع لي هنا 9.3 طب يعني معنى كده انه ممكن يديني data انا ما استخدم هاش في البروبلم يعني بتاع البلدنج هنا يعني مش هنحتاجه في اي حاجة هنستخدم البروبلم وطبعا دي فلاسطي لان اليون بتاعت ميتر برساكن عايز الماس فلاو ريت واعطيني الدانستي اوف اي هاستخدم هنا انه رور احنا عندنا الكيو ام دي ممكن اعملها من كذا رور عندي هنا اكوردنج للداتا اللي عندي الفي وعندي الريديس اللي قدر اجيب منه الاريا وعندي الدانستي بقى الكيو ام اكور رو طايمز ال v طايمز ال a طبعا الاريا هتبقى بارعا باي r سكوارد وما ننساش ان احنا نعمل كونفورد للريديس لميتر طبعا هنا وعطينا الديامتر فور بوينت تو فيبقى ريديس تو بوينت سنتيمتر حملها تايمز 10 to the power negative 2 to convert into meter فبالطريقة دي نقدر نحن نعمل calculation للمass flow rate وتطلع 0.73 kg per second اللي هي ننبر C عايز مننا عايز ال flow speed بتاعة الجوس in the straw طب تمام قوي تعالوا نبصوا كده شوية على إيه لن حقدر أعمله conversion دلوقتي الانسر كلها طلع لنا speed ب centimeter per second طب يبقى معنا كده أننا مش هعمل ما فيش داعي أننا أعمل convert لل volume من cubic centimeter ل cubic meter طب ملئ إيه لنا أعمله conversion الradius بدل millimeter عمله convert ل centimeter وبالتالي يبقى كده ال velocity حد طلع لنا ب centimeter per second فعندي الradius 0.3 centimeter لأننا عندي الديامتر 6 يبقى الradius 3 3 millimeter يعني equal 0.3 centimeter وعندي الqv 0.7 وسينس أن الqv equal pi r squared لليه area times velocity من هنا بالليه إن الvelocity of flowing equal 2.5 centimeter per second يبقى الأنسر number c a liquid is flowing through a plastic tube it's noticed that some air bubbles جينا خباطنا في condition وبوازنا ال condition اللي بيخلي إن ال flow ده يكون steady إن التوب ما هيش filled completely with liquid ده في عندي gas bubbles فإن اللي بيحصل أبص على طول الsteady flow ده become turbulent يبقى flow is turbulent what is required cross sectional area طالب مننا area of the tube which has fluid flowing through it at a speed يبقى عطيني ال speed وعطيني volume وعطينا time هنا حطر إن أنا أعمل equalize ل two rules اللي بعمل منهم calculation لل qv أنا عندي qv equal volume over time وفي نفس الوقت equal area time is speed يبقى عندي هنا volume اللي اللي هو 150 over time 12 بس دي 12 minutes يبقى convert into seconds 12 times 60 وال velocity before point 1 حتطلع لي area هنا بإيه خلي بنا area هنا حتبقى بالmeter squared طب ولكن الانصورز عندي بالإيه بالcentimeter squared يبقى أنا بعد ما بطلع area بالmeter squared عملا converted into لأن هنا بعمل convert من big unit ل small unit بيبقى كده الانصور number d برضو نفس القصة هنا قال exceed a certain limit خلي بقى مش مجرد أن هيحصل cram up للإيه لل streamlines والdensity تبتدي تضغير لا ده حدود speed معين لكن لما بعمل increasing speed عن certain limit على طول بيبقى الفلويد ده become turbulent ويظهر عندي l-eddy currents some some flows inside a pipe with cross sectional area 0.02 meter squared يبقى عطيني الarea و kg per second يبقى دائما من عناية على quantity unit بتاعتها ايه عشان اقدر احدد quantity ديه فسنسي ان unit kg per second يبقى دي mass flow rate اللي يبقى عندي l-qm 13 و عندي الarea و عندنا density اكيد هيطلب speed وهستخدم الرول ان l-qm equal rho av ومن هنا بنلاقي ان الarea 0.54 meter per second oil of density يبقى عطيني ال-density of oil وال-density of water are flowing into separated pipes يعني كل واحدة في او كل liquid oil for pipe separated from another pipe اللي containing او بيحصل فيها flowing للووتر بس هنا بيكون equal diameters يعني الarea equal و equal volume flow rate يعني ال-qv equal طب ما دام ال-area equal وال-qv equal يبقى اكيد ال-speed هتكون equal يبقى هنا 1-2-1 a large water tank can be filled by two water taps it takes 26 minutes for the tank to be filled by the first water tap only and 39 minutes to be filled by the second water tap only if post taps are used to fill the tank together at the same time how many minutes will it take to fill the tank تعالوا كده واحدة واحدة نفهم من problem دي بتقول ايه الproblem دي بتقول انا عندي tank وبدأت اول مرة استخدم one tab عشان اعمله field لل tank كده ف when using one tab لقيت عندي ان time كان 26 minutes to fill the tank طب by using two لقيت هنا عندي ب 39 minutes يعني لو ما بستخدم الفرست tab لقيت ان هو بيبقى 26 minutes عشان يحصل completely ولما باستخدم second tab second tab only يعني بيبقى 39 طيب هو عايز بقى دلوقتي اللي هياخده لو انا استخدمت two tabs دي مع بعض together طب يلا بينا ما مفروض هتبقى equal qv1 plus qv2 يعني total هيكون نتيجة التاب الاولانية مال تقدي plus التاب التانية طب الqv equal ايه equal الفوليوم over total time تمه الفوليوم هنا هو هو نفس الفوليوم يعني التوب الاولانية ديت مال التانك ده كله في time t1 يعني الفوليوم هنا constant ما تغير يبقى 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 انا عندي total الناشئ عن two tabs equal بتاع qv1 plus qv2 والفوليوم هو هو لان في كل الحالات انا بملا ايه بملا the same tank هنا نقدر طبعا ال volume cancelled يبقى 1 over total time اللي هو طلبه مني equal 1 over 26 plus 1 over 39 وانا فيش داعي ان انا عمل conversion ل time لان time بالminute والanswers كلها minutes من هنا حنلاقي ان total time equal 15.6 minute a liquid flow through a system of two connected tube at rate of four liter per minute او ظهار هنا unit جديدة للvolume وخصوصا ان احنا بنتكلم على volume of liquid فالليتر هنا بيكون هو الميجرين unit بتاعة volume of liquid عايز ال cross sectional area of the tube طب يلا بينا نشوف ايه اللي موجود عندي انا اللي موجود عندي ال volume flow rate بس احنا هنزبطه بحيس يبقى اليونت بتاعته cubic meter per second عندي volume flow rate للكيو v وعندي area يبقى ال qv equal area times velocity كيوب لده اقدر اجيب له area طب يلا بقى نعمل conversion من four four liter per minute ل meter cubic meter per second يلا بينا كده qv equal volume over time او equal a times v يبقى four بص بقى ازاي بنحول عشان نعمل conversion من liter للكيوب meter بعمل times 10 to the power negative 3 وده ليه لان liter equal 10 to the power 3 cubic centimeter ولما اجيعمل conversion للكيوب centimeter للكيوب meter بعمل times 10 to the power negative 6 يبقى في الحالة دي الانصر هيكون convert liter للكيوب meter 10 to the power negative 3 over time هو بيقول منت يبقى 60 second equal ال a اللي هي الارية المطلوبة times 7 اللي هي الspeed of liquid ومن هنا بتطلع الارية 9 9.52 times 10 to the power negative 6 meter square incompressible fluid is flowing steadily in a pipe if the cross-sectional area of the pipe decrease to one third الارية حصل الله decreasing إلى third initial value طالب مني new speed هتبقى طبعا احنا عارفين ان relation between speed وال cross-sectional area inverse relation according ال continuity equation فسنس ان الارية حصل الله decreasing لل third يبقى حلائي ان الفلاصطي هي حصل الله increasing three times وتبقى الانصر three two one water traveling through a large main pipe branches into five smaller pipes the diameter of each of the smaller pipes is 25.4 centimeter and the speed of the water flow in each of them is 1.5 meter per second وعطيني diameter of large pipe وعايز مننا هنا speed of water في large pipe طب هنا عاملة بالضبط زي artery وال blood cabare كنا منقول ان في هنا زي junction كده فبالتالي a1 v1 هتبقى equal in a2 v2 في الله بينا نستخدم الرول ده مع ال data اللي موجودة عندي انا عندي النبر بتاعهم كام ال n ب5 وعندنا كمان diameter بتاع بتاع small pipe 25.4 يبقى عملها divided 2 عشان يديني radius واعمل له كمان conversion لان استنى كده لا مش لازم هنا نعمل conversion ليه بقى ناخد بالن هنا دي كان ريشيو يعني لو انا عمل conversion لل centimeter ده الميتر في left side طبعا هنعمل نفس conversion ده في right side فكأن الاتنين cancelوا بعض يبقى في الحالة دي ممكن استخدم centimeter عادي ريشيو والحاجة التامية كمان ممكن استخدم الvalue بتاعة الدياميتر على طول بس عمل الدياميتر باور تو ليه لنفس السبب معنا هنا حعمل convert في left side للدياميتر لريديس حعمل divided two تم هو في ال right side حعمل برضو convert للدياميتر لريديس حعمل divided two فكده مدام هي ريشيو يبقى ما فيش داعي ان انا اعمل يبقى حاجة اخد الدياميتر ده ويبقى الدياميتر باور تو لان الاري عندي باي r squared يبقى البي حت cancel البي في ال other side والتحويل بتاعة الدياميتر لريديس حت cancel برضو نفس الكلام يبقى هنا قدامي حال من اتنين لما التزم بان انا اعمل r one لو انا مش عارفة انها ريشو حت لغبط يبقى b one by r one power two equal n v two by r two power two كده البي cancelled وبالتالي يبقى هنا هنجيب الريديس بس طبعا لازم اعمل ما عملوش هنا بقى conversion لان هنا بقى سنتيمتر وهنا سنتيمتر يبقى منهوش لازمة الconversion ومن هنا بتكون الvelocity بتاعة الwater in the large pipe equal 0.093 meter per second if the ratio between radii of the tube in steady flow is one to two يعني كده عندي radius خلبالكو the radius r one over r two equal half عايز ratio between velocities اخلا اللي بنا الéquation اللي هي الcontinuity equation اللي بنتكلم فيها هي ratio between between v1 over v2 equal a2 over a1 مش radius يبقى area over area طب يبقى هنا عمل الradius ده power 2 فيبقى عندي كده ratio a1 over a2 equal 1 over 4 يبقى v1 over v2 لأنه طالب v1 over v2 لأنه عالي respectively علاقة v بالradius بتكون علاقة inverse فبالتالي حعمل v1 over v2 equal r2 power 2 over r1 power 2 فتبقى ratio 4 2 طبعا الcontinuity equation can be deduced from the law of conservation of mass لأنه قلنا qm equal qm qm in the first end equal qm in the second end وبالتالي كده الcontinuity equation based on the law of conservation of mass if the cross-sectional area increased double عايز ال speed تبان between ال area وال speed inverse relation فبالتالي speed halves when the speed of the flow of the tube increase the density of streamline بين speed with density of streamline direct relation فسنس ان speed حصل ها increase يبقى density of streamline هي صلا برضو increase وكده يبقى انتهينا من part one اللي هو flow rate وان شاء الله نستكمل البقية chapter second session او next session اللي هيكون title بتاعه viscosity شوفكم على خير بمشيئة الله الحصر القادمة